بسم الله الرحمن الرحيم دلوقتي بعد ما خلصت المجلة عايز اعمل لها اكسوورت بدي اف فبقول لفايل اكسوورت بديني اختيارات كتيرة جدا هل انت عايز الانتر اكتف ولا الاتباعة ولا اي بي اس ولا فلاش بلا هير ولا اش ام ال ولا صور ولا اكس ام ال طيب انا هقول لدلوقتي انا عايزها برينت الاتباعة فبقول لسيف سيف تمام فبيجيب لي اختيارات كتيرة ممكن يكون هنا عندي حاجة عملت قبل كده جاهزة فببدأ اخضرها تمام بيقول لي هل انت عايز تعمل برينت الكل الصفح ولا رينج معاية مسلا من صفحة واحد لصفحة خمسة مية تبدأ تختارها العالي الصفحات عايز تشوفها مسلا مية في المية خمسة بعيد في المية زي ما انت عايز اللي او بتاعك هو الديفولت ولا عايز صفحة صفحة ولا عايزهم صفحتين قدام بعض زي ما احنا عاملينها طيب هل يعمل لصور مصغرة لكل صفحة تمام اه انكلود بوك مارك لو انت عامل بوك مارك او عامل هايبر لينك بحيث لما تدوس عليها تدخل على صفحة معينة هل يحطهم ولا اه لو فيه عناصر انت اكتف تشغل معاك ولا لا عايز تضغط الصور بمجدار قد ايه تمام انت بتعمل برينت مرة بدي افو تشوف هل في صور ضربت مينع معاك او محتاجة ان ايات تتضبط فبتبدأ تختار مثلا لا ده انا عايزة مثلا تمنمية مثلا لان الصور دي عايزة جودة اعلى بوش عايزة اضغطها او عايزة اخليها مثلا جي بي جي او اوتوماتيك جي بي جي فبتبدأ تختار الاختيارات الخاصة بتقليل التباعة الماركس البرينت مارك الكروب مارك الاوتبوت عايزة يبقى فيه color ولا comfort الادفانس بتاعك الفنطات عايزة الفنطات تبقى عاملة ازاي تمام السكورتي هاعزة انتعمل الكلمة السرية مثلا تمام عشان ترفتح الملف ده ملخص للمعلومات اللي انت عملتها كلها وبعدكها بتقول له اكسبورت بيقول لك في بعض اللينكات لسه بش موجودة يعني فيه صورة هو بش لقيها نفيش مشكلة اقول له اوكي